نزل قبل يوم جيم بلاي بـ 11 دقيقة للعبة Wuthering Waves وهي اللعبة المنتظرة التي تعتبر أكبر منافس إلى Genshin Impact في المستقبل والتي تبدو أسطورية هذا سأعطيكم في النهاية طريقة للعبة اللعبة مبكرا في البيتة الحالية والحصول على فرصة لكي تلعبوها ترقبوا ذلك في... لا أعلم نهاية الفيديو أو وصل الفيديو لا أعلم ما تريد أن أقول ذلك لأملك سكريبت حرفيا نزل الفيديو فأردت أن أتكلم عنه المهم بدون يطاطف الكلام فلنبدأ في بداية الجيم بلاي قاموا بالتوضيح لنا الرسومات والبيئات وأيضا طريقة من طرق التنقل في اللعبة والموفمنت في اللعبة تبدو سموذ بشكل كبير يمكنك تسلق بشكل سريع على الحائط والانتقال والذهب في العالم بشكل حر والعالم بصراحة يبدو رائع جدا حسب ما أراه الآن طبعا سأحاول أن أخذ Genshin Impact كما رجع قليلا أعتذر أن كنت أتكلم عن Genshin كثيرا لأن اللعبة واضح أنها مستوحات من Genshin بشكل كبير وربما تكون النسخة الأفضل أو تكون لعبة أخرى أفضل يوضحون لنا طرق للإكسبلوريشن في اللعبة لفتح الصناديق والقييم ببعض البوزولز في البداية هذه الألغاز توضح أنها تكون سهلة نوعا ما تضرب بعض الأشياء لكي تقوم بفتح صندوق والصناديق تحصل فيها على لوت مهم بصراحة لا أعلم كم أهمية هذا اللوت لكن أكيد هو لوت مهم والذي ستحصل بها على العملة وهذه الأمور هناك بعض النوتس الموجودة التي فيها بعض اللور مما يعني أن هناك قصة وأشياء سوف يبنونها في اللعبة أيضا هناك أشياء تخوضها حول العالم مثل الولود وهذه الأمور أيضا في طرق من طرق التنقل يمكنك أن تلبس الجرابلر وهناك أشياء أخرى تلبسها مثل الرليكس في Tower of Fantasy تساعدك على التنقل بشكل أفضل أو المقاتلة موجودة في Wuthering Waves يا جماعة التسلق في اللعبة واضح أنه سريع جدا وهذا أمر جيد جدا الكثيرين لا يحبون أن يتسلقوا كثيرا بعد ذلك بدأ الجيم بلاي أو الكمبات يوضحون لك كيف يبدأ الكمبات في اللعبة وكيف يكون عندك ثلاث شخصيات تغير بينهم وكل شخصية عندها تقريبا أربعة أو ثلاث قدرات غير النوربالاتاكس لأن شخصية تقوم بضرب ضربة AOE شخصية تتحول إلى لأعلم ذئب وعلى ما يبدو الجيم بلاي سموذ جدا كل شخصية واضح أنها عندها Ultimate كما رأينا الشخصية ذات الشعر الأحمر الشخصية التي تضرب من بعيد تبدو رائعة جدا في اللعبة المهم بعد ذلك بدأوا بتوضيح الUI كيف يكون وكيف تكون الأشكال وهذه الأمور قاموا بشيء غريب هناك شيء تقوم بتغييره وأن تقوم باختيار شيء يسمى الإيكو أو شيء من هذا القبيل وهو حيوان معين هذا الحيوان يضعونها أمامهم غالبا هو إما يساعدك في الأكسلوريشن أو يكون ماونت تلبسها أو إما تتحول له حسب الرليكس التي تستعملها يبدو أن الرليكس مهمة جدا في هذه اللعبة أنا أسميها رليكس لا أعلم ماذا سيكون اسمها لكن كما ترون التي تستعمل فيها بالتي هناك أحد الرليكس التي تريكها أين تكون الصناديق وهذه الأمور بعد ذلك على طول يأخذونا إلى ميني بوس عندما تقوم بكسر الحجر وأوه الجيم بلاي يبدو ممتاز جدا كل شخصية واضحة أنها مختلفة وأخيرا الشخصية قامت بأخذ الموب وتحكمت به وأصبح عندك كالوت الآن يمكنك أن تستعمله تقوم بسويتش ثم تتحول له حرفيا تحول إلى البوس الذي يستعمله وأصبح يجري كما قلت ربما تستعمله لكي تجري أكثر لا نعلم حرفيا كيف يتم استعمل هذا الأمر بعدها جربوا ألتمت الشخصية الأخرى التي عبارة عن أحصار من الهواء واستعمال الألمنت في هذه اللعبة يبدو مختلفا عن جينشن وأيضا طريقة تغيير الشخصيات يعتبر طريقة التاج أكثر من طريقة تغيير فقط فالشخصية يمكن أن تقوم بكمبو كما رأيت والشخصية اللي بعدها تكمل نفس الكمبو لكي لا يحصل هناك إضاءة للوقت يمكن أن تقوم بمارك لمكان معين في الماب حسب ما رأيت إلى الآن لا نعلم إن كان هناك PVP أو اللعبة إن كانت سوف تكون فيها شيء من ال MMO لغالبا لا لكن أتمنى أن يكون هناك الكثير من الكووب طبعا إذا كانت جيم بلاي أفضل من جينشن إذا كانت الرسومات أفضل من جينشن ولا يوجد اند جيم فلا أرى سبب يعني لنلعب اللعبة لوقت طويل فقط سنلعب اللعبة لمدة معينة ولكن إن كان هناك اند جيم وكووب أكثر في اللعبة لكي تلعبها أكثر وتجد تشالنج دائما تقوم به فسيكون شيء جيد جدا وأتمنى أنهم سيركزون على هذا الأمر المهم وصلنا إلى البوس هنا قام بتغيير الشخصية رأينا كيف تغير شخصيتك في اللعبة وتقوم بليو دوت ويبدو أن الأمر سريع جدا كان هو وضع شخصية 5 ستار من أقوى الشخصيات وبدأ البوس فايت البوس فايت يبدو ممتع بصراحة والشخصية التي غيرها واضح أنها شخصية تحتاج لكي تدفع لكي تحصل عليها بحث أنه شاو الخاص بوذرينج ويفز المهم الشخصية ذات شعر الأحمر تملك قدرات قوية جدا كل شخصية واضحة أنها تستعمل إليمنت معينة لا أعلم كانت هناك رياكشن لكن شوفوا الشخصية الأخرى الذي تحول إلى لا أعلم ما هذا المخدوق وقام بي تي بي في كل مكان جيم بلاي يبدو ممتع جدا بصراحة انتهى البوس فايت لم يبدو صعب كثيرا بصراحة وحصل على لوت معين لا نعلم ما هذا اللوت بالضبط ثم قاموا باستعراض للماب عملا لم يورينا كل شيء في الماب ولكن يبدو أن هناك فاست ترافل يمكنك أن تقوم بي تي بي لأتي بيز التي تريدها مثل فيه كنشن امباكت أو في تاورو فانتزي يعني الأولطمت الخاصة بالشخصية التي زادها والتي تبدو رائعة جدا بصراحة ووضح أن كل شخصية عندها كالكثير من القدرات ليس فقط قدرتين ونورمال تاكس ووضح أن هناك دايفرسيتي في الجيم بلاي بشكل كبير وهناك طريقة أتاك أن تقوم بإدخال شخصية أخرى لكي تكمل الكومبو هذا أمر أعجبني في الجيم بلاي والذي يبدو سموث جدا بصراحة وهذا أقل شيء يمكن أن أقوله عنه تقريبا هذا كل شيء رأينا بيئات أخرى لكي يريننا تنوع البيئات في المكان الأول الذي تذهب إليه وسهولة التنقل وببعض البازلز تقوم بتحول الفراش التي تحصل على الصندوق وهذه الأمور وهو أمر ممتع بصراحة في بداية الساعة التي ستلعب فيه اللعبة هذا كل شيء الذي رأيناه رأينا المكان الذي ربما سيكون الكابيتال التي تذهب إليها دائما هذا كل شيء والإرحان الوقت أعطيكم رأيي بصراحة على الرغم من أنني مبهر بالجيم بلاي البيئات والجرافيكس يعني هناك نقلة إذا كنا سنقاريرها بجينشين من هذه الناحية ولكن أنا لم أرى شيء يعطيني أنها اللعبة ستكون تلعب لساعات طويلة جدا ربما ننتهي من القصة ونتهي من الكونتنت وتنتهي اللعبة إلى أن يقوم بتنزيل قصة جديدة وينتهي بين الأمر مثل ربما يكون هناك يجعل من اللعبة عبارة عن لنهائي أو ليس لنهائي فيها كثير لكن بصراحة واللعبة تبدو مسكولة بشكل كبير وأنا سأجربها أول ما أحصل على البتا كخاصتي وأيضا إذا كنت شخص يريد أن يدخل في البتا الخاصة فمن الآن يجب أن تدخل إلى الرابط الأول الموجود في ادخل إلى ذلك الرابط وقم بالبتا وانتظر وذرينغ ويفز لكي يرسلون لك إيميل إذا أرسلوا لك إيميل قبل 26 أبريل أعرف أنك الآن موجود في البتا ويكونك تحميل اللعبة طبعا هو هناك حظ في الأمر يعني ربما لن تحصل على بيتا كي لكن ربما ستحصل إذا بدأت من الآن فحاول أن تدخل قبل غيرك وسنرى كيف ستكون وذرينغ ويفز هذا كان الفيديو اليوم قولوا لي لأيكم عن اللعبة وكيف ستكون اللعبة هل هي قاتلة جنشن أو لا على رغم أني لا أرى أن هناك لعبة ستقتل جنشن لكن ربما تكون اللعبة التي سيلعبها الكثير لا نريدها أن تكون قاتلة جنشن نريد أن تكون لعبة ممتعة فقط فهذا ما نريده أمتعة من جنشن وهذا فقط المهم هذا كان الفيديو اليوم وشكرا للمجاهدة السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر